موسيقى ضيفتنا الليلة هي صاحبة نظرية في عالم الجمال امزجت ما بين الجمال والاناقة والذوق الرفيع جميلة الملامح بيروتية البعض يشوفها اسنوايد زمانها جمالها خلاها ايقونة تعتبر من اهم الانفلونسر في الكويت وهي الاعلى اجرا في مجالها اعرفت شلون اتأثر بجمالها على متابعينها فكانت لهم مثال يحتدى به الدانا اليوم اكثر من مليونين متابع تابعها عرفناها من صغرها وكبرت وكبرنا معاها لانصارت اليوم ممعلي مهما اختلفت المسميات تبقائه الدانا البنت الجميلة المتواضعة الخلوقة كل من تعامل معاها وتعرف عليها عن قرب يعرفش كثر من داخلها انسانة تحب الخير للكل وفي حالها بعيدة عن مشاكل وصراعات السوشال ميديا ضيفتنا الليلة زينت بحضورها مكانها هيا الله منيانا ونور الليلة مكانها ورجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفتنا من بعد هذا التقرير الجميل الليلة نرحب فيها دانا مدل الجميلة المميزة الليلة دائما تقدم اجمل محتوى في السوشال ميديا الليلة نمسي عليك بكل خير ودانا اسم على مسمى شكرا من الأقرب دانا ولا ديانا؟ حق الناس دانا أقرب والله حتى حقي خلص تعوت على هالاسم دانا؟ بعد شيء رحين أحلى أم علاوي أم علاوي في أخرى من علاوي أول شي دانا؟ أنت تحبي الناس حين تناديك أم علي؟ مثلا؟ شوف أول فترة حمالي كنت شوي مستغربة من الاسم ما حسنا يلوق علي على ستايلي وشدي تكيل تحسينها؟ نعم ما حسين أم علي لازم حجاب وشوي عصبية ورافع حواجبها لا لما نولدت وشفت الناس شكثر حابة علاوي صرت أحب هالاسم شوفي للأمان أنا قبل الهواء كنت أسالف مع زميلي عبدالله أنا من الشاق الله يحفظه يا رب ولدك علاوي وأحبه وأحب هذه العلاقة اللي بينك وبين ولدك يعني الله يحفظه كلمنا شوي عن الأمومة شكثر علاوي خذ من وقتك أنا دائما أقول حق أي وحدة تبتتزوج أقول لها أحلى شي ممكن تسوينا أنه يكون عندك بيبي الأمامة إيه هو شيء يخرج ويغير حياتك بس أحلى شيء ممكن يصير يعني قمة بالمشاعر شيء حلو كله أنا أتوقع حتى دانا يمكن أن الحياة لها هدف كذا ولدك علاوي طلع ويان على الهواء علاوي بك فانز عند الحين خلاص كان عمره أربعين يوم بس الآن دانا أمانتنا ما تخافي من سالفة يعني يعني الله يحفظه إن شاء الله العين والتصوير وهالأمور ما تخافي من السالفة ولا عادي كنت تصورين ومخليها كل شيء عرب عادي شوف أنت تقرأ أذكارك وتشدي يعني في النهاية اللي ربك كاد برح يصير صح والأجانب كلهم يصورون بعد أحلى من علاوه بألف مرة وصورون عيالهم وكل شيء وفي النهاية الله يحفظه لي دانا أنت مو بس أم تخاف على ولدها أنت وايد حريصة يعني ما تحطين ولدك عند البيبي سيتر وايد شوفت حتى بالألعاب تأخذينها تكونين أنت حريصة تشوفين ولدك فهذا شيء وايد حلو بالعب تشوقين البنات على الأمومة تشوفي أنا عندي شغليه بنفس الوقت أحاول كثير ما أقدر أنه أنا ما أقصر معه بأي ناحية فتلقيني أحرص أن أنا على طول أكون معه غير تشذي شم سأل تخافين على ولدك حريصة ما تحبين شوفين أنا مثلاً معتمدة وايد على بعدين أنا وايد طولت على مايب تعلاوي هذا يكن بكل شيء تقريباً ست سنين ست سنين فوايد أخاف عليه يعني ما أدري يصير عزيز الولد خيل خيل وتتخاف عليه من كل شيء صح نزين دانا خلينا شوي نغوص بالأسألة يعني في الفترة الأخيرة صارت تضجة في السوشال ميديا على موضوعك ودي أنت تتكلمين عنه ماذا؟ انفصالت أقولي أنت بطريقتك أنت قولي شين الموضوع بالضبط عشان أنت الحنجة دعم الكاميرات هذا سؤالي لكل ناطرة شوف أنا ما رح ما أحب ويد أسولف عن الشيء هذا ويقول لك في النهاية كل شيء بالدنيا قسم ونصيب صحيح وأنا عندي أحلى هدية من الله وخاصة مكتفية فيها عن كل شيء على الله أكيد على كل حال ما تريد أن تقول أنت تفاصل أحسين ضايق خلط لا أنا داعي لا أنا داعي لمعتي؟ لا لا أش دعوة؟ ها؟ لا لا والله حلو أكيد أخذت تكلم عن تجربة طبعاً في المجال هذا طبعاً مجال السوشال ميديا وكذا أخذت تكلم عن آخر شيء معرض العطور والضغط اللي صار عليه الجبار ونحن كلنا كدنا موجودين وعنضرق نحن لأنه صار عقب بالعام ما كان فيه معرض حق العطور فحقب حكرة الكورونا والقعدة بالبيت وهذه صارت انفجار انفجار بمقارنة ما بين قبل الكورونا أرض المعارض ومعرض العطور وبعد الكورونا هذا المعرض الأخير ما رأيك فيه؟ بالنسبة لي أشوف كتقييمي الحضور كان جبار كمبيعات كحضور كناس كان جميل ونحن خاصة اللي عندهم بوثات هناك أنا واحدة من ناس اللي أحب فترة المعرض يعني فترة عشرة أيام أو 12 يوم أشوف فيها الناس نصور يشتروني يشمون عطوري فمن أجمل فترات هي فترة معرض العطور كانت بالنسبة لي ما ترحين كل يوم ما ترحين كل يوم إذا ما كان عندي شغل أروح بس آخر فترة لأسف آخر معرض كنت واحد مشغولة فيه بس تقريبا كل يوم أي يوم كنت أروح ممتاز متواجدة يعني أي كانت كنا نشوفهم يعني للأمانة أروح بس أنا ما أطول ما أرحت هالسينا ما أرحت والبنات ما قصروا بالتغطية بس من كثرة العطور أنا معاي صدار نصفي فما أقدر يعني والزحمة ما تركز بوائد عطور الزحمة شوية يعني ما ترى عليها بس البنات ما قصروا الوالدة راحت اي اوكي لحظة دانا طبعا إحنا من الناس اللي نشوفك فعلا انتي تعبتي ابتدت حياتك استبايستب بنيتي نفسك وكونتي اسم دانا يعني شفنا حتى مركات عالمية كنتي فيها هذا الشي وايد حلو الآن تشوفين نفسك كمودل ولا بلوغر ولا تصدقين مو وايد أركز بالمسمى شنو أهو كثر المحتوى اللي أنا قع قدمها هل أهو قع يفيد الناس هل الناس مستنسين عليه بالشي هذا أكثر من إنه دانا شنو يعني حتى لما اكلمتني عساس برنامج قلت لها أنا ما يهمني مودل ولا فاشنستا ولا أين كان المهم دانا الناس عارفة دانا وحافظة إنه دانا شنو تسوي وأكثر اللي يتابعونك دانا يعني حتى في الكومنتات يوم يكتبون إنه عندك مصداقية يوم تعلينا على شيء حمد الله وقلت شيء ناس يعني راح تتابعت سنة سنتين ثلاثة أنا متى من 2008 فلما ليل حين ناس قاعد تتابعني ومصدقيني وحابيني يعني أكيد شافين شيء حلو منك راضية على المرحلة اللي وصلت لها الحمد الله حمد الله على طاري 2008 أنا عندي سؤال تسعة حلو أنا بقرار ليش ياه يقوليش اليوم يقاس نجاح المشاهير بمعرض العطور بالمبيعات ودايما يقولون دانا مبيعات دائما سولد آوت لجودة المنتج أو لأنك أنت إعلنت عنه صراح حتى لو أنا أعلنت عنه الناس تشتريه مرة ما راح تكرر شيء هذا احنا ما أرد العطور أنا بعطوري الناس كانت قاعدتين تشتري روح العود حبتين وثلاث واربع منهم طلع سولدات حتى عطري اليديد ناي طلع سولدات يعني 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 العطور خد تكرم صراحة أنا أهم نفس المجال خد تكرم صراحة خد تكرم صراحة هناك عطور مثلا يعني شركة متفقة معاتش وعطورهم كلها زين وفي عطور سلق بيضة يعلمه ذاك الزود زين عالا انتِ تريدين حلو وايد لا ما راح يقوله مو حلو ما راح ينبع تقول الحق الشركة مو حلو ما أعلن عننا ما تصورينه تقول الحق الشركة أنا ما أصوره أنا مو حلو الشركة لم يعمل عطر مو حلو لا تتكرم لا يوجد عطر مو حلوة ما أعرف ماذا مروا علي صراحة يعني في عطر واو في عطر أقل من واو بس بالنهاية الحين أنا ممكن أكون واحدة من الناس احب مثلا العود صحيح تخافين على متابعينك عشان تكون مصدقين يعني إذا الشركة حتى وتفرض عليك تعالي لا 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 أحد يفرض عليك أنا أقدر أقول لها ما بي أسوي حقها العطر أسوي حقها عطر ثاني ما رح أخسر ديل معه بنفس الوقت رح يعطيني شيء كواليتي أحسن جميل دانة شنو يعني لك الجمال الجمال كل شي يعني الجمال ترى وايض سهل علينا أشياء في جمال الروح في جمال الأخلاق في جمال الوي على طاري جمال الوي الآن في هذه السنوات الأخيرة نشوف دائماً المشاهير في السنابشات الأغلبية الكل يحط الفلاتر وإنتي ما شاء الله الطبيعة أجمل من الفلتر بكل صراحة أقولها فما تشوف أنه يعني وايد الكل شيء مصطنع أن الكل قاعد يستخدم الفلاتر أننا خلاص تعودنا على الكمال من الفلاتر يعني أصلاً أمس أنا كنتم به الموضوع معاهم بالسناب صورت قلت لهم جانزين أحنا جديوة هنا نفس الفلتر لأننا متحاودين نشوف نفسنا بشكل واو كل شيء بيرفكت ما في ولا غلطة بشرة صافية كل شيء بيرفكت بس هذا الشيء أكيد مصح بس هم ما يمنع تقدرين تطلعين من غير فلتر؟ شوية يعني ما أدرا حسموه نفس الصد ما زل ليش دانا يعني قاعد يشوف الفترة أخيرة بانتقاي تشابه هون نعم الفلاتر كلنا نفس الفلاتر الفلاتر حتى العمليات ليس مشوين نفس الشيء عشد قاعد تسوين نفس منه أنت وكلكم تشابهون شوف الحين آخر فترة كلنا صرنا نميل حق الأشياء السمبل طبيعية يعني ميكب خفيف حتى بالفلر بوتوكس ما يعني مو نفس أول لو تلاحظين أنت صحيح لا قاعد نرد قاعد تردون كلاسي قاعد نرد كل البنات يحبون شوي هذه الرتوشة البسيطة شوف لابد والله حتى الشباب الحين يسوون شوي تفلر بوتوكس بس الحين ترى الجمال الصجي قاعد أنت مع كل شيء في الجمال؟ أنا مع كل شيء حتى حك الشباب دائما ما في أوفرة يعني رح يتم شكله ريال أنا وعندي مشكلة أنا أحب الجمال هذه نغطة مهمة لحظة لحظة عشان والله أنا ودي أوصلها الرسائل لأن أنا أحب المجال هذا شنو الأوفرة بالنسبة حق الأمر أنا تشوف ريال هذا أوفرة بسوي بشكله أوكي ما أقول لك شيء مثلا في مثلا ريال يكون خشمة ما في شيء بس شوية كبير شوية طويل يروح يسوي تجميل ما لا داعي يسوي سيف إيه يسوي سيف شنو خليت حق البنية بس مثلا إذا أنت كان هذا الشيء صج عيب فيك تظهر الله أنا أسنان مفلشة من البوكسات قبل الأسنان أسنان أهم شيء بالتاريخ ضرورية عادي يعني أسوي أسناني؟ أنا عادي أسوي كل شيء أنا كدانا أنا كدانا أنا كدانا ما عندي مشكلة مع رجل يسوي أي شيء قلت لك من دون مبالغة شنو مبالغة؟ أبي هذي خطوط مبالغة قلنا خشم قلت لك إنه شيء ما يحتاج أن يسويه ما لداعي يسويه ومثلا عنده هني وايد تجاعد ما يكون مشكلة شوي يسوي بوتوكس خفيف بوتوكس خفيف حق الحاجم بس ما يسير قز خدود يسوي الأخدود أكيد لا شفايف مثلا لا فيه؟ أكيد فيه يا ستر يا رب ويسوون هذا بعد الحنج ها؟ نزين عندك الموضوع دانا دانا طبعا إحنا نشوف ما شاء الله عندك مشاريع وايد يعني أكثر شيء أنت موديل ومتجه أيضا للفاشن ومهتمة في مشاريعك ومهتمة في اختياراتك هل في مشاريع في المستقبل ناوية تتسوينها بخاطرة شيء أنت يعني تسوينا؟ أكيد عندك بعض المشاريع آخر فترة حاولت وايد أنا أركز على نفسي أكثر يعني أفتح مشاريع أحاول أن أنا أسوي أشياء أنا أبيها تكبر من اسمي فالحين صار عندي فرعين من دانا كلوزت فتحت الشيء الناس اللي ما تدرع الله يهدك يا ربي يلا قليني نبي شي يديد لاحظة لاحظة هذا الشي يديد لا تكررين عندي هنا شيء ما أدري عن أن أقول أي هذا الشي والله لا أنا أصورها لهم بسهم ما يدرون شنو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله رح تكون كافية الله يكريت حلو لكن هذا أكثر مشروع أنا خمسة لك على طريق الكافية دانا لا تلاحظين أن نتوجه حتى الشباب والبنات الشباب الصغار ترقينهم تخيلي ريامة أنا أصغر حتى من ثلاثين سنة ترقين عندهم مشروع بطل يعني هذا تشاهدنا شيء صحي إيجابي صحيح أكيد الآن أساساً نادر ترقى صباية أو بنيها يعني ما عندهم بزنس لسوان بزنس تحس خلاص تقليب يشتغل ما في أحد قام يعتمد على غيره فأنا لا أتحاب بالبوينت هذه لذلك أنا قلت دام أنا أقدر فليش لا يعني لي متبتن بالمودلينج أو باللعنات قبل على الجيلة نشوف رجل الأعمال عمره بالأربعين بالخمسين لا الآن بالعشرين وعنده كذا هذا شيء أنا شوفه إيجابي يصبح نظيف وفكر ودتك بعتبتك في سعودية إيه توني بقيت شفتك؟ إن شاء الله همان في بالرياض إن شاء الله الله على رياض جمال الرياض الآن نتكلم شوي على مشاهير السعودية طبعا في الفترة الأخيرة في معرض العطور نشوف السعوديات تحديدا كانوا ياين معرض العطور ولهم جمهور كبير في الكويت ما تكلمنا هذا شيء أثر؟ كلنا أكثر متابعاتنا من السعودية ومعروف الجمهور السعودي كبير ويهبلون وأموت عليهم وشنو السؤال ما كملت إن أكثر بشاهير السعوديات كانوا في معرض العطور وممكن بول كلا والجو عليكم لا والله ما أحد يأكل الجو على أحد شوفي أنا أحبهم وأموت عليهم كلهم ربعي بس كل واحدة لها متابعين هل يحبونها يحبون ستايلها يحبونها شون تقدم بس ما في أحد يأخذ مكان أحد غيرت شذي إحنا كلنا يعني ما عندنا مشاكل بالعكس كلنا نحب بعض نتمنى الخير حق بعض أكثر واحدة تحبينها من مشاهير السعودية طبعاً كل أنتين واي دبلوماسية بس تحسينها قريبة عليك آخر فترة صارت ملكة قريبة مني حي لأنا سافرنا مع بعض آخر فترة في لندن أكيد وجه لها كما يحبون بس كلهم من أطلاء دانا الصراحة الصراحة هذه المجلة الخللات لست مليئة ألا تكلمت سبعة ألف صار سبعة أقام ولا بعد إن شاء الله 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 إن الله ترزقتك وبعد فاتحتك مشروع خلاص موضوع من دار الصفانزين فأيه؟ الله يوافقك يا رب دانا بعد تكلميننا يعني بالرد على المشاهير ومشانո دكس تسوي في السعودية يعني بخاطر تسوي منه الكافية فقلت الانفتاح السعودي والشياء الحلوى اللي قاعد تصير عندهم صار وايد ودينا انا افتح هناك يعني ابي فرح اقل دانا كلوزت يكون هناك فاقع اعمل على الشيء هذا الان دانا خلنت تكلم مثلا عن السوشال ميديا انت طبيعي متنازلين بوسا وفرزنصورة في كومنت ستاعت صح؟ ولمساكرة الكومنتات نعم بطلة الكومنتات مانتزعجش بعض الكومنتات السلبية لا اكيد 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 ايه شو تسوي؟ بس خلاص انا تعويت على النقط وفي نقط بالعكس يغير مني يعني خليني اشتغل على نفسي اكثر هادي سمونا النقد البناء البناء اكيد بالعكس انا احترمه واذا انا عندي اغلاط بالعكس في ناس توعيني على وائد اشياء في شيء قريتي وشيلي وفعلا غيرتي من شخصي صدقين والله اخر فترة خاصة من صار عندي علاوي يعني قليل اشوف نقط يعني وائد ناس قاموا يتابعوني عشان عليه حابين بارت الامومة اللي يبسنا بي فلا مو وايد مو نفس اول انت عندكم طريقة حلوة بالتصوير يعني يعني متميزين فيها جد والله ما الفاشيني ساعت بشكل عام وكذا كعلانات؟ نحاول نسوي نفسكم ما نقدر يعني طريقة الكاميرا مقلوبة مثلا تقلبها والله جد يعني انا كذلك تعلمتها شو انت يعني تبل شون تحسون ان انا ودي سوي شو عارفة سوي شيء تعلمتها انا بتكلم عن نفسي انا واحدة من ناس يومي كلها بزي يعني ممكن ناخذ مثلا باليوم خمس ولا ست اعلانات نجيل فاقل شي نسوي ان احنا نخلي طريقة تقديم الاعلان تكون شوي حلوة ومريحة بالعين نجيل فانا واحدة من ناس احاول انا يعني كثر ما اقدر انا اشتغل على التصوير تقديم الاعلان شلون يكون الكلام في مثل مرات احط ميوزيك مع الاعلان فشي خلي الواحد ودي يتابع ودي يشوف حلو امتاز طبعا داني نشوف فايد في بعض المشاهير اللي ايهي مو كوتية ما تحب تتكلم عن جلسيتها لكن انتي من الشخصيات اللي دايما تقولين انا لبنانية يضصح وتتكلمين عن لبنان واخر سفرة كانت ليش في لبنان زواج اختتش مع علاوي ايه مع علاوي وايد حبوا العرس وايد الاصداع ما شاء الله على الوالدة الجيميل عرفنا الجمال الحي من وايد من الوالدة الله يحفظها فنشوف يعني وايد انتي تحبين تتكلمين يعني حتى مثلا لبنان شوفوها شوفوا الاوضاع ما في شيء ايه ايه لا انا وايد اعتزد باصلي شوفي عنداما اقول لبنان الكويت منسبة لي الروح ورية يعني لبنان ديرتي وهني انا تربيت وكبرت وصار عندي بيبي وكل شيء فاموت عليهم اثنين هم بالعكس وايد افتخر باصلي وافتخرهم ان انا يعني بنت الكويت وانت بنفس الوقت علاقتك قوية وايد مع اموك وابوك ايه اكتر يعنولك ايه اهم الاساس شنو تعلمتي منهم الحين جيدة رسالة اخيرة حق الوالدة ايه شوال عندي بقولها بعيد يالله قولها قولي عن الوالدة تعلمت انا اشتغل على نفسي اشتهد اكافح ادعموك وايد اعتمد على احد اكيد دعميني بكل خطوة وكل شيء انا اسويقهم معي فيه ممتاز بالعكس انا اشتغل كثير ما اقدر على نفسي انهم يكونون فخورين فيني انا زميلاتك يعني تعرف الوسط الفني او عفوا الوسط السوشال ميديا وسط فني راح عربعي فيه تصير مناوشات ومشاكل الناس تطلع وغيرها وهذا يتكلم على هذا ومش عارف ايش ماديشين ساعات تصير فيتش فضول تقولين ان اصور فيديو وتكلم عني وشخصيتي ما تتكلم عنها شفت حتى الاشياء اللي تحوشني انا شخصيا ما اعلق عليها حلو مو شخصيتي ابدا انت وايد هادية هادية ومو فضلية وما احب ان انا ادخل بشي ما يعني لي وانا كدانة شخصيا انا ما عندي اي مشاكل مع ولا احد هلم ركزة بنفسي اشلون اطور من نفسي اشلون اكبر نفسي وقرض النظر عن ايش تاني دعم انت هادية انا منسمحها شين ريهام غنية منسمحها غنية هادية ايو قبل الله نختم طبعا في الاغنية كل الشكر اللي وجودت مع اللاوي عسى الله يسعدت ويحفظت ودايما شوفت من نجاح لنجاح تستاهلين هذا النجاح شكرا للجش طبعا مشاهدين نحب شديد انتهت حلقتنا لهذا اليوم شوفكم غدا بإذن الله تعالى في عسيف وختام همسك مع طارق المايسترو تسمحون علي ألوظة declarالف storage لذا يبοςهم على ألف Parlament ليه ليسوا في طه paradigm كنت تعالى في ستاجابة